النادي الأهلي كمان يعني خسر على أرضه ملعبه دي حاجة صعبة يعني ما كانتش متوقعة كمان بص بالضبط لأنه كل الترشحات كانت يعني في صالح النادي الأهلي وده يعني سبب من أسباب الخسارة النادي الأهلي مبارح أنه كان فيه استيقظة زيادة أولا عنده الجمهور وثانيا عند اللاعب النادي الأهلي وعنده الموديول الفني بيتسو موسيماني فبالتالي كل العوامل دي أدت إلى خسارة النادي الأهلي بالأمس أمام ساندونز طبعا خسارة مفاجأة بشكل كبير الناس كلها كانت متوقعة أنه الأهلي يكسب ساندونز بنتيجة كبيرة خصوصا أنه ساندونز ليس هو ساندونز بتاع الموسم المواضية يعني كمان أنه النادي الأهلي فاية لفترة بتكلم في كاس عالم الأندية البرونزية للمرة الثانية على التوالي رجع الدوري بيكسب الموسم المقصب ربعية نظيفة فبالتالي أنه في حالة فوقان في النادي الأهلي فالموراة عكس طبعا تصير كل التوقعات خسارة غير متوقعة بالمرة ولكن هناك أسباب لها طبعا رقم واحد وعند كنا تكلمنا كتير في موضوع بيتسو موسماني وتحفظه الشديد في بعض المباريات اللي بيعمل ألأة للنادي الأهلي أي فريق بيجي بيلعب النادي الأهلي سواء داخل مصر أو خارج مصر بيبقى عنده الرهبة والخوف من النادي الأهلي لما بيكسب الوقت معاك اللي الوقت بيمش معاك بيزداد ثقة دي اللي بيديه له بيتسو موسماني ما بيغيرش سريعا حتى هو في المؤتمر الصحفي مبالح يتكلم أنه تأخر في التغييرات بشكل كبير جدا إدى فرصة لسندونز أنه يسيطر على المباراة طبعا النادي الأهلي ضيع فرص كتير جدا مبارح ده ناتج عن فيه رعونة كبيرة عند اللاعبين فيه ثقة زيادة عند اللاعبين الأهلي مليئ بالنجوم فبالتالي أنه كل حد عايزيز بتنفسه كان فيه بعض الأنانية من اللاعبين وعدم الترجيز بشكل كبير جدا بالإضافة طبعا إلى أنه غياب التوفيق وعن بعض اللاعبين على رأسهم محمد أفشا محمد مجد أفشا محمد شريف ظهروا بمستوى غير متوقع لهم فترة مع النادي الأهلي مستوى سيء جدا أفشا تم استبعاده من قائمة منتخب مصر في أم أفريقيا ممكن يكون أثر بعض الشيء نفسيا عليه محمد شريف تواجد مع المتخب ولكن شارك لبعض الدقائق أيضا أثر نفسيا عليه وده اللي خل مستوى يعمل جلسات نفسية مع محمد شريف ولكن هم اليوم فترة غيبين على النادي أهلي لا ده محمد مجد أفشا ولا ده محمد شريف فبالتالي أنه الأهلي يفقد جزء كبير من قوته كمان مستوى عنده أوراق ربحة ولكن هو بيعتمد على حرص قديم طهر محمد طهر لم يزبط كفاءته بالشكل المطلوب مع النادي الأهلي حسين الشاحات لم يزبط كفاءته أيضا وعندك أوراق تانية عندك بيثل تاو وعندك مكسونة عمل مطش كويس جدا أمام مصر المقصة وسجل صنائيا وفاجأ بمطش مبرح أنه على الدكة لا يشارك مكسونة يعني ممكن أداءه تحسن بقاله فترة كمان فكرة اندماجه مع بقيل فريق كمان كان فيه تحسن كمية بالضبط آخر مطش اللعب في الدوري الأهلي ومصر لهم مقصة 4-0 أهلي مكسونة سجل جنين طبيعا كل خلاص لعب يعني رجله دخلت في الملعب ويسجل أهداف طبيعا أنه يشارك أساسي في المطش اللي بعده عشان يكمل التألق بتاعه كل الناس فوجت أنه هو يعني مبرح على دكة البودلة حتى ما منزلش خلاص المباراة وتم الاعتماد على طهر محمد طاهر وحسين الشحات كبديل برضو لم يؤدي المستوى المطلوب منه فدي كلها العوامل قدت لخسارة الناد الأهلي بالأمس يعني ما أعتقدش أنها خسارة طبعا خسارة صعبة لأنه الناد الأهلي لما يخسر على أرض وسط جمهوره تبقى صعبة جدا يعني ولكن موقف الأهلي في بطولة أفريقا في دول المجموعات سهل جدا لها لسه قدامه أربع مطشات لأنه عنده مرش مؤجل مع المريخ السوداني يوم السبت القادم كمان يعني الحظ خادم الناد الأهلي في أنه أربع مطشات هلعى ثلاث مطشات على أرضه في القاهرة فبالتالي يقدر بسهولا أنه يكسب التسع نقاط مع كامل احترام للهلال السوداني والمريخ السوداني ولكن ليسوا في مستوى الناد الأهلي فبالتالي الناد الأهلي عنده تسع نقاط مضمونين على الساد القاهرة مع النقطة اللي عنده فبالتالي أنه يقدر يتجوز مرحلة المجموعات فهي مش مشكلة كبيرة للناد الأهلي هي القصة أنه المطش مع السندونز في جنوب أفريقيا إذا قدر الناد الأهلي أنه يكسب سندونز ممكن يتقهى كأول مجموعة لأ خسر من سندونز فبالتالي أنه يتقهى تاني المجموعين نحن بارح كنا بنتكلم على أن بيتسو مستواني أكيد حافظ فريق سندونز وعارف هيعمل إيه بالضبط وقلنا كمان أن المدرب سندونز يعني تلميز بيتسو مستواني فكنا متوقعين مكسب كبير هالمشكلة هنا في الخطة 4-3-3 في فوجة نظرك يعني بيعتمد على ديفندرات أكتر مشكلة هنا فين كمان في الملعب التمرجز خط الدفاع مشكلة فين بصي هو مستواني أكيد حافظ سندونز وهم حافظين مستواني كويس جدا وبالتالي أن المباراة كانت سجال بين المدربين حتى في المؤتمر الصحفي قبل المباراة كان كل واحد فيهم بيكون احترام للتاني وبيتكلم أننا حافظين النادي الأهلي وحافظين مستواني وبالتالي مستواني نفس القصة حافظ سندونز وحافظ طريقة لعبهم والقصص دي كلها اللي فرق مع مستواني نحن نقطة جوارية نحن طول الوقت بنتكلم فيها أن المستواني من المدربين المتحفظين زيادة عن اللزوم وإنت طالما تدرب النادي الأهلي رقم واحد في أفريقيا وثالث العالم فبالتالي لا يجب أن تبادر اللي قدامك يعني احترام بشكل كبير جدا التلاتة ديفنترات للأهلي بيلعب بيهم حمد فتحي ألو ديانج عمرو الصلية أثبتت فشلها في عديد من الامبارات مع مستواني ولكنه مصر على نفس الطريقة الناس كتير طلبته بتغيير الطريقة ولكنه عنده قناعاته أنه أنا بستحوز على نص الملعب ولكن الفعالية الهجومية قليلة عند النادي الأهلي بسبب الطريقة بسبب الازدحام في نص الملعب وإنت بيأثر عليك هجوميا يعني لو الناس كلها بتتكلم في اثنين بس في نص الملعب ألو ديانج أو معاه عمرو الصلية أو حمدي فتحي والمتشاطة الفاتحة كان بيلعب حمدي فتحي متأخر كثالث يعني قلب دفاع فبالتالي بتدي فرصة لأحمد عبدالقادر بتدي فرصة لمحمد مجري أفشا بتدي فرصة لبرستاو بتدي فرصة لزيادة هجومية أكتر للنادي الأهلي دا ما بيحصلش كمان أنه المطش يعني بدأ يعني صندونز جاب الجنف الديا 86 فبالتالي أنت معاك فترة كبيرة جدا طوال المباراة فكرتش أن كنت تتغير طريقة اللعب وإنت مسيطر بشكل كبير على المباراة بتضيع فرص فيه كتير على مرمى صندون صندونز مراحش غرب كورة أو بكورتين خطرتين على المرمى الأولى في القائم والتانية دخلت في محمد الشنو فبالتالي أما كان بلعبه على الحجمة المرتدة أنت تحفظ الزيادة عن اللازم في مباراة الأمس فبالتالي كان العقاب أنك أنت ضيعت كتير فاستقبلت هدف صندونز فبالتالي موسيماني لازم يكون يعني عنده مرونة شوية في طريقة اللعب أيضا لازم يكون عنده ساعة صدر في تقبل النقد ممكن مبوغش نقد لموسيماني شخصيا ولكن الملاحظ أنه في كل المؤتمرات الصحفية بعد المباريات الموسيماني يدخل فيه جدل مع الصحفية مبارح بيتسئل على أنه طريقة اللعب فقال لو أنا كسبت ما كنتش أكلمونه في طريقة اللعب لو جون جه من اللي ضاعه ودخل ما كانش حد هيكلمني ما هو ده طبيعي لو كنت كسبت يعني لو كنت كسبت أكيد ما حدش كان هيكلمك لأنه ويبقى واضح أن التكتيك مزبوط أو لو كان فيه حتى مشاكل كنا هنعلع عليها هو واضح أنه يعني واخد اتجاه أو خط ضد إعلام المصري شاف أنه بيتهاجم في الإعلام المصري كثير عن النزوم شاف أنه مو شو ااخد حقه واحد بيتكلم فيه بطلتين دورة Bunta they are متتالم عن نади الأهلي يدخل عن نta de Bounzi كاس العالم الأندية مرتين متتالم عن ناد الأهلي محقق الدوري والكاس والكاس والسبر الأفريقي فبالتالي أنه هو شايف أنه مو شو ااخد حقه وزياد عن النزوم فبالتالي أنه خلاص بقى فيه يعني نوع مش هقول العداء ولكن عند بينه وبين الإعلاق تبو أنت شايف أنه واخد حقه؟ مش قصة مش ياخد حقه واخد حقه يعني زاد على النظوم ولكن هو من بداية موسيماني هو يتعامل مع الإعلام الجنوب أفريقيا ولا يتعامل مع الإعلام المصري يعني نادرا لما تلاقي موسيماني بيتكلم مع الإعلام المصري كل كلامه مع الإعلام الجنوب أفريقيا حتى حتى موضوع تجديد عقده وخلافاته مع الناد الأهلي في القيمة المالية الإعلام الجنوب أفريقيا هو اللي بيبرز ده يعني اللهم مصري بينن على الإعلام الجنوب أفريقيا ولكن هو اللي حصل ده في المؤتمر الصحفيه تكرر مش مرة ولا تنين ولا تلاتة كل مؤتمر صحفي لازم بيكون فيه خلاب بين مسلماني وبين الصحفيين لا إما على طريقة اللحب لا إما شارك مين أو ما شاركش مين فبالتالي أنه هو ردوده طول الوقت يعني قاسية جداً عنيفة لو أنا كسبت ما كنتش هتكلموني في كذا طبيعي لو أنت كسبت مش هتكلمك في كذا طالما أنت بتخسر فطبيعي أنه ناد الأهلي ما بيخسرش ناد الأهلي بيتكلم في أنه 37 مباراة على التوالي لم يخسر على ملعبه من 2016 مثلاً والحد الوقتي ما يخسرش على ملعبه في دول الأبطال فبالتالي لما يخسر ناد الأهلي لازم الإعلام يقول لك يجب المطاقة وهزيمة ثقيلة بكل المقاييز لازم الإعلام يقول لك أنت ليه شاركت ده وما شاركتش ده أنت ليه ما غيرتش الطريقة أنت ليه ما كانش عندك مرونة تكتيكية في المباراة ليه مصر على الاعتماد على الثلاثة ديفندور في قلب الملعب خصوصاً أنت بتلعب على ملعبك ووسط جمهورة ديانا طيب ما نحن نتكلم عن الجدل الدائر بقى كمان كان فيه جدل دائر على السوشيال ميديا وفيه تعليقات كتير جداً على تغييرات المسلماني مبارح كمان تحديداً تغيير محمد عبدالقادر بحسين الشح حيط عليك إيه بتعلي التغييرات بشكل عام أحمد عبدالقادر بص إحنا التغييرات كلها طيب ما نتكلمنا فيها فيها يعني حاجات طريقة اللعبة التشكيل زيت نفسه أنت زيت بيه من الأول كان خطأ تغييراتك كمان كانت تأخرة جداً وكانت يعني ليست على المستوى محمد شريف طول المباراة ما عملش أي حاجة فبالتالي أنه بيستبدل محمد شريف في آخر المباراة بحسام حسن تغييرات حمد عبدالقادر لم يظهر بالشكل المأمول بأحمد عبدالقادر بالأمس فبالتالي هو دفع بحسين الشحات ولكن الغريب أنه حسين الشحات يعني على مدار الفترات اللي فاتت المتشات اللي فاتت للنادي الأهلي يظهر بمستوى ضعيف وأنت تصر على الدفع بحسين الشحات سواء أساسياً أو كبديل فبالتالي وعندك مكسونة على دكة البودلاء تكن تألق تمطش مصر المقصة فتغييراته طبعاً خطيئة حتى توقيتاتها خطيئة ومتأخرة